السلام عليكم كيف حالكم؟ أتمنى من الله أن تكونوا بخير اليوم يا أبطال سوف نتعرف على كلمتين بصريتين جديدتين وهما كلمة أنا وكلمة اسمي كلمة أنا وكلمة اسمي ماذا نرى هنا في الصورة؟ من هذه؟ إنها معلمة هذه المعلمة تقول أنا معلمة أنا معلمة هنا ماذا نرى؟ نرى ولد جميل يحمل حقيبة هذه الحقيبة فيها كتب إذن هذا الولد تلميذ هذا الولد يقول أنا تلميذ أنا أنا تلميذ أنا تلميذ انظروا إلى هذه الفتاة الجميلة هذه الفتاة أيضا تحمل حقيبة فيها كتب إذن هذه الفتاة تلميذة وهي تقول أنا تلميذة أنا تلميذة انظروا إلى هذه الفتاة ماذا تحمل في يدها؟ تحملوا تفاحة أحسنتم هذه الفتاة تقول أنا أحب التفاحة إذن ماذا تقول هذه الفتاة؟ أنا أحب التفاحة هل تحبون أنتم التفاح؟ أحسنتم التفاح لذيذ انظروا إلى هذه الصورة ماذا نرى فيها؟ نرى ولد يرسم هذا الولد يقول أنا رسام أنا رسام هذا الولد يحب الرسم كثيراً فيقول أنا رسام وهذه البنت الجميلة ماذا تفعل؟ إنها تكتب فتقول أنا أكتب الدرسة إذن ماذا تقول هذه الفتاة؟ أنا أكتب الدرسة وأنتم يا شطار هل تكتبون الواجب؟ أحسنتم إذن ماذا تقول الفتاة؟ أنا أكتب الدرسة هذا الولد اسمه عمر هذا الولد يقول أنا اسمي عمر أنا اسمي عمر أنا وأنت يا صديقي ما هو اسمك؟ فيقول أنا اسمي عمر وهذه البنت الجميلة هذه البنت تقول أنا اسمي ريمون أنا اسمي ريمون هذا الولد يقول أنا اسمي خالد أنا اسمي خالد أنا أبو أنا اسمي مريم لدم أنا اسمي مريم وهذا الولد الذي يحب الرياضة كثيراً يقول أنا اسمي محمود أنا اسمي محمود ما هو اسمك يا صغيري؟ يقول أنا اسمي محمود إذن يا أبطال اليوم تعرفنا على كلمتين بصريتين جديدتين وهما كلمة أنا وكلمة اسمي كلمة أنا وكلمة اسمي أنا معلمة أنا تلميذ أنا أحب التفاحة أنا أكتب الدرسة أحسنتم وكلمة اسمي اسمي عندما يسألونك ما هو اسمك فتقول أنا اسمي محمود أنا اسمي خالد أنا اسمي مريم أحسنتم يا أبطال بارك الله فيكم مع السلامة صغيرا